جيداً أعزائي فد معضل حاشي أهد حاشي افتحوا لي فد معضل أكو مولانا في معرفة من؟ في معرفة سيرة الرسول مولانا غزوات وحيات وقبل النبوة وبعد النبوة وإلى آخره مولانا والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أعزائي لأنه إحنا أصل سيرة النبي هي سيرة ابن من؟ سيرة ابن إسحاق مولانا المتوفى ثمانين أو خمسة وثمانين هالحدود هذه سيرة ابن إسحاق على من معتمد؟ معتمد على شخصيتين أمويتين بامتياز مولانا فاللي كاتب سيرة ابن إسحاق اللي كاتب سيرة النبي كاتبها على رواة منه مولانا عروة ابن الزبير ابن العوام مولانا والزهري مولانا وكلاهما ماذا؟ أموي بامتياز هسأ الآن سيرة ابن إسحاق وصلت إلينا لو لم تصل لم تصل إلينا وصلت سيرة من أعزائي؟ سيرة ابن هشام ابن هشام أعزائي اللي متوفى مية وخمسة وعشرين هالحدود متوفى التفتولي جيدا ابن هشام في المقدمة هو يقول يقول أنا لخصت سيرة منه ابن إسحاق ولكني التفتولي جيدا ولكني تصرفت فيها فما وجدته لا ينسجم مع البعض يعني السلطة وكذا همش سويت لمولانا حذفته وكل من جاء وكتب في السيرة بعدا مصدرهم نينا أعزائي ولهذا حار إذن من أين نأخذ سيرة ماذا سيرة النبي من هنا قال البعض مولانا نعتمد على القرآن خلصونا مولانا لأنه إحنا من يقدر نعتمد على التاريخ لإثباته السيرة النبوية ومغازية وحروبة وإلى آخرين هذه واحدة من تلك الكتب سيرة الرسول من القرآن ماذا طبعا ولم يعمل بذلك يعني لم يستطع لأن القرآن الكريم لا توجد كثير فيها الأخرى يذهب إلى ماذا إلى الرواية